قد يكون العام الأول من عمر حكومة عبد المهدي هو العام الأخير ربما ليس لها فحسب بل العملية السياسية المأزومة كلها فبعد أن تشكلت الحكومة بتوافق تحالفي الفتح وسائرون دب الخلاف بينهما ما قد يؤدي إلى انفراط عقدهما وبالتالي تهاوي الحكومة خصوصا أن رئيسها يتهمه حلفاؤه قبل خصومه بالضعف أمام الكتل السياسية ومحاولة إرضائها بوادر موت الحكومة تلوح في الأفق مع حديث جمع من السياسيين عن إمكانية إقالة عبد المهدي وتهديد مقتضى الصدر بالبراءة منها وقد يذهب عبد المهدي نفسه للاستقالة حفظا لماء الوجه بحسب بعض التسريبات من البرلمان النائب عن تحالف سائرون جواد المسوي قال إن إقالة عادل عبد المهدي أصبحت قريبة جدا داعيا إياه إلى اتخاذ إجراءات صارمة لتعضيد وتقوية الدولة ومكافحة الفساد فيما أكد نواب عن التحالف أن البرنامج الحكومي ولد ميتا ولم يرتقي لمستوى التحديات التي تمر بها البلاد فيما ذهب آخرون للقول إن حكومة عبد المهدي قد ماتت وعلى الشعب أن لا ينتظر منها شيئا تبدو بعض الجهات السياسية متأكدة من وصول حكومة عبد المهدي إلى الرمق الأخير بعد الفشل الذريع بتنفيذ وعودها بفرض هيبة الدولة وتوفير الخدمات ومكافحة الفساد وبدء مرحلة الإصلاح لينتهي بها إلى الحاجة لإصلاح نفسها مراقبون يرون أن الوقت ينفذ أمام عبد المهدي ولم يعد بإمكانه استعادة الثقة التي فرط بها طوال السنة تقريبا كما أن الوقت لم يعد يسمح بتصحيح الأخطاء بعد أن اتسم أداء الرجل طوال عام كامل بالتنظير والتوفيقية القائمة على إرضاء الأطراف فضلا عن عدم إضاح المواقف أمام الرأي العام تجنبا للإحراج رياح من عدة جهات تعصف بالحكومة في العراق في وقت يبتعد الحلفاء قبل الخصوم من الدائرة المحيطة بعبد المهدي خشية أن يسقط فيأخذهم معه أيام صعبة وزوايا حرجة أدخل بها العراق على يد حكامه الجدد